معاناة فريق مولودي تسعيدة في المنطقة الحمراء تتواصل بعد أن نجبر على تقاسم نقاط المباراة مع فريق شباب باتنا في مباراة بست نقاط لم يتمكن فيها زملاء حديوش من تحقيق المبتغى رغم محاولته الأولى في الشبكة الخارجية للباتنيين الرد على محاولة حديوش من جانب الشباب لم يتأخر وجاء قاسين في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء عندما تمكن الهادي عدل من اقتناس كرة مرتدة من دفاع المولودية وأسكنها الشباك في الدقيقة الثانية هدف لم يقلق مدرب المولودية في قروابح الذي واصل توجيه أشباله من على خط التماس فكثرت المحاولات بواسطة حديوش ثم الطيب بالرملة أمام تشجيعة الأنصار وبمرور الوقت ازدادت ضغط على المرمى الباتني بعد تراجع زملاء الهادي عادل إلى الخلف ما منح الفرصة لبرملة وحديوش للتهديد في أكثر من مرة إلى أن تمكن المال باكايوكو من اقتناس كرة حجار في الدقيقة العشرين براسية جميلة عادت فريقه إلى المباراة وحررت الأنصار على المدرجات بعد الهدف حاول الشباب الخروج من منطقته بنقل الخطر وبهذه التزديد التي لم تكن خطير على حارس المولودية أو انتهت على إثرها المرحلة الأولى ولغم التعادل الأمل البقي عند أنصار المولودية في الفترة الثانية من المباراة وصل هجوم المولودية لإجتهاد لكن ببطء ففوت ماضوني على فريقه فرصة إضافة الهدف الثاني وهو ما أقلق المدرب الوابح هذه المرة خاصة والهجوم فقد تركيزه السم القاتل في دفاع المولودية الهادي عادل كاد إضافة الهدف الثاني لفريقه بهذه التزديد التي تألق فيها حارس المولودية وأبعد الخطر الخمس دقائق الأخيرة من المباراة تنهى الفريقان بعشرة عناصر بعد طرد دائرة من جانب الشباب واحد يوش من جانب المولودية بسبب مناوشات بينهما واستمر التعادل إلى غاية نهاية المباراة بتنفس الفريق البثني فيما يواصل مولودية سعداء الصراع من أجل الخروج من عنق الزجاجة